الى ان يأتي اعزائي في صفحة اعزائي 324 يقول لزوم التثبت في مراسيل الصحابة وعموما هاي مراسيل لانه ما يقول رواية منين ما اخذها بس وردت تدخل الى البخاري وغير بخاري كذا عن ابن عباس عن ابن عمار عان 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 ولكنهم من اين جاء لا يقول لك لا يقول لك يقول في مراسيل الصحابة الذين اخذوا عن بعض مسلمة اهل الكتاب مثل من احفظنا اعزائي مثل ابي هريرة وابن عباس وابن عباس ولهذا هو هو في مقدمة الكتاب في صفحة اعزائي 9 يقول وبينت كيف ان الصحابة انفسهم كانوا يتركون معظم ما يحدث به ابو هريرة لانهم كان يعرفون انه هذا من جراب من دا يعطي من ياوعاء دا ينطي من وعائل يهود دا يعطي من وعائل تلمود دا يعطي من وعاء ماذا مسلمة اهل الكتاب وهي رواياته موجودة يقول كما تعرفت لابي هريرة وبينت كيف ان الصحابة انفسهم كانوا يتركون معظم ما يحدث به ولهذا تجد انت التفد الطرف الاخر هس عن علم عن قصد عن جهل عن تعمد عن غرض عن فساء لا اعلم انا كله لا اعلم ولهذا تجد ابو هريرة خط شنو احمر ليش ما هو لماذا خط ابو هريرة هلقت صحابة وهذا الرجل لم يحاصل رسول الله الا ثلاث اربع سنوات هذا على احسن التقادير لماذا لهم يعرفون بانه هذا المهيل منظومة الفكرية العقدية الدينية الاخلاقية السياسية منه بانيها ابو هريرة بانيها هس على انا والله يعلم اخاف غدا بيني وبين الله في يوم الحسابة ماتين يقول بابا منين تدري ابو هريرة المهمة نسبة حتى اكون علميا هذا غدا يلزم اماك يقول بابا ان تشتت في انا قايلهم خل انه انا ها ضعيف الحال حيط صيص اعمامي صغيرونا يكذبوا علي يا مولان هسا مو دي يكذبون علي امامنا او انا حي فما بالك اذا اموت فهذا همتنا كذبوا علي ما لدي اقول كل ما قيل في ابو هريرة كذبوا ابدا انا لدي اتكلمك للبحث العلمي اعزائي عند ذلك تفهم التفت جيدا تلتفت ان العلامة شعيب الارنوط ماذا يقول في ابو هريرة التفت من هو اقرأ هذا الشي يقول يقول عموم الصحابة ما كان ينقلون لانه كان يعرفون من هو ابو هريرة ومن اين ينقل هذا العلامة شعيب الارنوط مصدد الامام احمد بن حنبل المجلد الثاني عشر شوف عباراته ينقل عن كل المترجمين من هو ابو هريرة التفت التفت اذا لقيت بعد في صحابة رسول الله التفت في صحابة رسول الله وفي التابعين والعلماء الى يومنا هذا الى قيام الساعة شخص بهذا المستوى لك الحق التفت العبارات بعد ما عندي وقت اقرأ العبارة امام فقيه مجتهد حافظ سيد الحفاظ الاثبات احفظ الصحابة معجزة من معاجز النبي صدوق عابد زاهد الآن تلقى انت عالم من علماء المسلمين من الصحابة الى يومنا هذا يجتمل على هذا ها ولهذا عدد من روى عنه الف وثمانمائة شخص لسا انا ما ادري اش وقت تذول اللحق ويالقلون عنه اللي ذكرت لكم حدود اش كم الف ثلاث اربعة الاف رواية فقط موجودة وين وهذه هي ثقافة شنو مسلمين انا بيودي الاعزة لا يقرأون فقط ابو هريرة شيخ المضير مالمن محمودة بورية دفاع عن ابي هريرة انا يعجب بلي لعد انتو تصورون بس انت تحكي ولكن انت ما تروح الطالح مشكلتك مو مشكلته واحدة واحدة هذان يمجاوا بيهين تقول لي عبدالحسين شرف بدي نقول شوف ماذا يفعلوا به كتاب شوف الالباني ماذا يفعلوا به ثمانمائة صفحة عنده في في نقض المراجعات بين ومن احد منكم شايفه ها اصلا يدري في تصور مراجعات مراجعات ثمانمائة صفحة ثمانمائة صفحة رات شنو على المراجعات ورده بعض الاحيان قنيف وحاد جدا يقول انا اتصور اتكلم مع انسان عالم محقق هذا مباني قومه لا يعرفها فضلا عن مبانينا لانه هاي الرواية ينقلها من كتبهم وهي ضعيفة بحسب مبانيهم الرجالية وهو ماذا وهو لا يعرف يستندوا اليها ما ردي اقول ما قاله صحيح ارجعوا اقول بكرة ليه قطعوا كلامي والله داي ايد الالباني ضد شرف الدين ضد المراجعات لا اريد اقول بانه الطرف الاخر مجالس يقول ايو والله الحق معكم ايو والله الحق معكم مو هالشكل البحث هذا دفاع ممن عزيزي ها ها الكتاب انا ماخذ من المواقع عزيزي اه ها ها الكتاب يقع في خمسمية وارباطعة صفحة مولانا اه اه شوفوا احسن ابو هريرا المجاهد المؤمن اسمعوا اسلامه وهجرته بس اقرى لك الفصول مولانا كان هده تقرأ انت الامام الثاني عشر نتائج النتائج تتابع الفضل على ابي هريرا تحليته تحليه باخلاق المؤمنين ابو هريرا الحافظ الثقة ابو هريرا ابو هريرا ابو هريرا ابو هريرا ابو وكلها شواهد مملوء تاريخ روايات صحابه التابعين سلطة وقيادهم فكره اخو بينك وبين الله عد انت تتوقع بانه هذا الشاب المسلم المسكين يجي يقرأ كتبك يعني لو يقرأ كتبهم يعني انت كشيعي ماذا تقرأ تقرأ كتبهم لو كتبك ها بين وبين من منكم يقرأ كتبهم ويقرأ شنو ما قاله علماؤنا خل يش تتوقع هو يجي يقرأ لك هو يقرأ ماذا ما قاله علماؤه ومن يثق به فاذا هذا المسكين من الطرفين ها من هذا الطرف مسكين الشيعي ومن ذاك الطرف شنو السني لان هذا هم ماذا انه دا يقرأ في كتبنا ودي يسمع المنابر ودي يرى في الموروث الروائي ما انه اخو مسكين دا يعتقد اللي جملة منها اسرائيليات جملة منها خرافات جملة منها اساطير جملة من الى اخرين بس ما يعتقد او لا يعتقد يقول بجاءت فيه الكافي الشريف وش يزوي انا من حقي اقول الانسان ودليله يوم القيامة لو مو من حقي وش يزوي هذا المسكين اين يذهب اين يذهب واضح صار عزائي جيد جدا